بعد ما قمنا بتعريف المدخلات والمخرجات فالآن نقوم بإنشاء الكلاس الأساسي الخاص في المشين اللي نقدر نعتبره أنه هو المساعد المشين هذا المساعد رح يضم لك على وظائف التدريب يضم لك على وظائف الإيفاليويت أو في الأساسي عن التدريب والإيفاليويت بنفس الوقت وأيضا يتضمن عندك على الوظائف في البريدكتينج فإحنا طبعا نبتديها خطوة بخطوة حاول أنه أنت تفهم هاي الأمور اللي تكتبها أمامك وتقوم بكتابتها حتى أنه تتذكر يعني لا تنقل بشكل مباشر حتى تفهم العملية كيف تجرى أن هي يعني تأخذ بنفس الخطوات الأساسية طيب أذهب على temperature model الخاص فيه وقوم بإنشاء كلاس جديدة رح أبدأ أسميها ML Hilbert ML Hilbert يعني الهيلبر الخاص في المشين ليرنيك حاد وطبعا هو يكون public class أكيدا رح أبدأ أستخدمه أقوم بإنشاء ومشيدة في أكتب CTOR أضغط على تاب مرتين بهذا الشكل ثم مع ذلك إيش إيش يعني الأمور الأساسية اللي أنت رح تبدأ تحتاجها هنا أولا إنت إيش رح تحتاج تحتاج إلى اللي هو الكائن اللي يمثلك مكتبة الأمل أوكي رح أبدأ أعرفها على أساس يكون عندي private read only رح أبدأ أعمل له inheritance أو instance لمرة واحدة فقط فread only للأمل context أوكي هذا رح أبدأ أسميه ML context like this وأبتدي في استنساخ هذا الكائن هنا أثناء تشهيد هذا الصنف يعني يستنسخ لمرة واحدة فقط ثم على ذلك أنا رح أبدأ أستخدمه أستخدمه على مستوى الوضعات بنفس الوقت أحتاج إلى كائن آخر object آخر يمثل لي النموذج اللي أنا أبدأ أدربه النموذج اللي أنا رح أبدأ أدربه هذا النموذج يكون من النوع i-transformer i-transformer أوكي رح أبدأ أسميه مثلا train model النموذج اللي أنا رح أبدأ أدربه ما تعمل له inheritance جديد لا هو رح يكون تحصيل حاصل لذلك مثل ما تلاحظه الآن أمامك هو يحتبر كائن من i-transformer اللي هي يحتبر عندك هنا واجهة interface جيد ممتاز الآن طبعا الوظيفة الأساسية الخاصة فينا اللي هي رح تبدأ تعمل لك train and test أوكي model يعني رح تبدأ في عملية train والtest بنسبة للمodel هذا رح تكون عندك public وتكون void احتياد public void أسميها train and test أوكي ثم بعد ذلك أنت تباشر في كتابة الشفرة الخاصة في عملية التدريب وعمليات التست طيب الشفرة بشكل عام نكتبها احنا حاول نكتبها لك ضمن خطوات وحاول انه انت تجري هذه الخطوات بشكل منفصل حتى تعرف ايش الخطوة اللي انت دائما تغيرها مو كل خطوات انت تغيرها كل نموذج فقط احنا نغير خطوتين أساسيتين طيب الخطوة الاولى الخاصة فينا راح تكون متعلقة في get and set data يعني اول ما تبدي انت في البيانات مثل ما شفتها تبدي في البيانات اللي انت تبدي تدرب عليها طيب كيف راح ابدي بتجلب البيانات اول شي احتاج الى data path مسار البيانات multi اقوم بوضع مسار البيانات اين هي البيانات هذه البيانات موجودة عندي طبعا مثل ما شوفها الان امامك اخذها كترل سي يمكن تضع اي مسار ما فيه مشكل يعني راح يبدي يتدرب عليها بشكل مباشر اوكي هذه البيانات بعد ذلك راح ابدي بتعريف كائن يسمونه i data view احفظ هذه الكائنات انه هو يحتبر عندك سياق واحد هذا الكائن هو خاص في تعريف المدخلات البيانات راح ابدي اسميه data view يعني عرض البيانات والان تتوقع احنا مين راح نبدي نعمل ست على البيانات راح نبدي نستخدم الكائن ال ml ml context يعني في الاساس احنا دائما تعاملنا معه طيب ايش ايش تتوقع ايش مثلا الكائن او ال property اللي انت تتعامل مع البيانات اكيد هي data اذا اتعمل مع ال data وارد ايش اعمل لهذه البيانات ايبدأ ابدأ احملها اذا راح ابدي اقل له from ايش from text file هذه هي from text file وابدي اعرف له السكيمة الان السكيمة مالتي هي عبارة عن temperature input مثل ما عرفناها يعني هي كمدخل اساسي temperature input ثم بعد ذلك راح ابدي اقل له انه انا عندي data path مسار البيانات بعدين ايش راح ابدي اقل له انه اوكي انا عندي فاصلة تفصل بين عمود واخر لان انا مستخدم ccv file بالتالي هاي راح تكون عندك فاصلة ايش نوع الفاصلة هي فارزة احتيادية ترجع على البيانات تشوفها هذه فارزة احتيادية اوكي اذن هذه الفارزة لازم انا اعرفها في النبوديج راح ابدي اقل له اوكي انه انا عندي هنا مثل ما تشوف الان امامك هذه separator character هي هذه ونفس الوقت احتاج انه اقل له فالشيء جدا مهم اللي هو هازهيدر هازهيدر هي خاصية تؤشر على انه اوكي هذا الملف اللي انت اعطيتنيها اوكي تقسيمه هو بالفاصلة يعني البيانات تفصل بفاصلة مثل ما شفناها لكن هل هو الى هيدر هيدر يقصد فيه هذه يعني ايران temperature قل له اوكي الى هيدر في الجزء الاساس اذا ما كانت الى هيدر فاتس اوكي يعني تقدر انه انت تعملها فولز لكن الان حاليا فيها هيدر بالتالي اصبحت عندك true معنى انه هذا csv file بفاصلة وبي هيدر يحتوي على هيدر جيد ممتاز نحتاج الى البيانات انها ما يرح ابدأ اسميها data وهذه البيانات بشكل عام يعني اخذ بنظر الاعتبار انه الان اصبحت عندك تمثلك البيانات كعرض للبيانات لكن طبعا انا احتاج الى افصل البيانات افصلها بيانات للفحص وبيانات للتدريب فاقدر انه افصل هذه البيانات باستخدام mlcontext.data.supplet trains.test.supplet ثم على ذلك ابدي اعطي data view وابدي اعطي test fraction اللي انت تتفصل بمثلا راح تصبح عندك هذه البيانات مقسومة لاقسميا قسم الاكبر معيدها للتدريب وقسم الاخر هو للفحص طبعا مثل ما تشوف الان امامك اذن معنى ذلك انه اصبح عندي 20% من البيانات هي للفحص و80% من البيانات هي للتدريب وطبعا هذا راح يبدي يسهل عليك الكثير انت ما في داعي انه انت تختار جزء من البيانات للتدريب والجزء للفحص هذه الوظيفة راح تبدي تعمل لك فصل البيانات بشكل مباشر لذن على هذا الاساس بس استطيع انه اقول الان اصبعت عندي انه اعرف هنا نقدر نقول انه عندنا data or train data راح تمثلي or data راح تمثلي data.train set و var data test يعني البيانات راح تكون عندك للفحص هي data.test اذا هذه طبعا الخطوة الاولى واللي طبعا من خلالها استطعنا نقوم بعملية جلب البيانات اول شيء ثم بعد ذلك عملية فصل البيانات الى بيانات للتدريب بيانات اخرى للفحص ترجمة نانسي قنقر